الرحمن الرحيم اهلا بكم مولادي في جامعة باني سويف اكمل لكم بعض الاجزاء العملي اللي وصلت ليا منكم لكن برضو احب ان انا اقول زمانة بحبكم لازم تحبوني وعشان القناة تستمر لازم تعملوا نشر لها كويس وسبسكريب كويس وما نبص مش فقط ان احنا نجري الفيديو ونقول لا 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 لازم نشارك ان احنا ازا كنت انت مش تستفاد انت شفتها وما استفدتش علشان غيرك استفاد اعمل لايك وربنا يهدينا جميعا نحضر هنتكلم على الكونيكتف تيشو الكونيكتف تيشو طبعا هو النسيج الضم اللي بيشمل مجموعة من السيلز والفايبرز وثالث حاجة الماتريكس الصورة اللي قدامي دي كل حاجة فيها تقريبا انا هنا فيه سيلز بانواحها المختلفة وفيه فايبرز اللي هي الالياف اللي قدامنا وفيه البلاب فيزيلز وفيه الماتريكس اللي هو موجود الناحية دي لكن احنا هنا مش هنتكلم طبعا اجزء العمل اللي لازم بنحدد الخلايا مع بعضها البعض يبقى سيلز فيبرز ماتريكس تعالى الصورة اللي قدامي دي من اول الخلايا اللي قدامي اللي بتبقى ماظر سيل او بنسميها الخلايا الام هي ميزينكايمال سيلز وسمية ميزينكايمال ليه؟ لانها جاية من طبقة الميزوديرم احنا عارفين ان بعد الفيرتلايزيشن الاسبيرم مع الاوفم بيديني الزايكوت والزايكوت دا بينقسم الى 3 طبقات زي ما انت خطوها في الامبيريولوجي اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم ميزوديرم هي الطبقة الوسطانية بين الاكتو والاندو دي بتديني الكونيكتف تشو وبتدي البون وتدي البلد وتدي الكارتليج هي الخلية اللي قدامك دي اللي انا مشاور عليها بايدي دي الخلية دي اللي هي بنسميها ميزينكايمال سيل تتميز انها عاملة زي النجمة زي النجمة تقريبا اهيه نيوكليس بتاعتها هيت والسيتو بلازم محوطها ودهها بروسيسز اللي هي الزوايد دي موجودة بينها طب اللابيات ده اسمه اللي هو الميزينكايم هنا بينهم بلاقي فيه اللي هي الالياف الصغيرة دي ودي اللي طلع منها الزوايد بتاعت الخلية لان الخلية تتميز انها سيل بروسيسز اللي قدامنا دي اللي هي نفسها موجودة عندنا اللي بينهم ده الجراوند سابسسنس اللي هو الماتريكس تاني خلية عندنا هي الفايبرو بلاست فايبرو بلاست دي الخلية كلمة من شطين فيبر الياف وبلاست يعني فورمينج او سينسيس تجيبه الخلية اللي تتكون الالياف دي بنسميها برينسبال سيلزو اوف كونكتف تشو هي الخلية الاساسية بتاعت كونكتف تشو يعني ايه معنى الكلام ده انها لو بازت ماتت مفيش كونكتف تشو مفيش كونكتف تشو الخلية دي تتميز انها خلية مفلطحة وبنقول عليها في سبيندل انشيب ده عاملة زي المغزل لها سنينة هوا شوف يعني ادي سنة هوا وادي سنة هوا وادي الخلية دي كلها على بعضها الفايبرو بلاست ودي النواة اللي هي النقطة الزرقة دي واللي حواليها السيتو بلاست طب نشوف واحدة تانية دي برضو فايبرو بلاست دي فايبرو بلاست طب مين اللي بينهم ده كولاجين فايبر اللي تكون بمين بالفايبرو بلاست يبقى ده كله الفايبرو بلاست الخلية طب هنا في الصورة دي برضو بس هنا يتميز الكولاجين فايبر منتظم يعني هنا جزي ما انا شايف الكولاجين فايبر غير منتظم عشوائي لكن هنا منتظم ماشي بشكل منتظم وده بلاقيه في التندون في التندون يبقى ده كلاجين فايبر والفايبرو بلاست هي النقطة الزرقة اللي قدامك دي تتمايز بنيوكلياس بتاعتها اغمأ جزء في الخط اللازرة ده فايبرو بلاست يعني مش دي كلها نيوكلياس يعني هنا مكتوب عليها نيوكلياس وفايبرو بلاست مش دي كلها لا اللي هي اغمأ لون اغمأ لون يعني هنا مثلا شايفة هي دي كلها على بعضها سيل اغمأ جزء فيها ايه هو ده يبقى دي ما كان النيوكلياس يبقى ديه نيوكلياس لمين الفايبرو بلاست طيب الخلية اللي بعد كده بنسميها ماصة سيل خلية الحساسية اللي هي بتطلع الهيستامين والهيبارين الخلية دي مليانة حبيبات فمنسميها جرانيولارسيلز هي شوف ادي الخلية هي ودي النواة انا واقف عليها طب مين اللي ازرق ده اللي منقض ده ده الجرانيولز اللي بتحتوي على الهيستامين والهيبارين طبعا نحن عارفين الهيستامين وعارفين الهيبارين يبا ده ادي الخلية هي بس هنا مسبوغة بسبعة خاصة هنشوف هال مكتوب لها اه مكتوب انها بالتولودين بلو بالتولودين بلو يبا هي مسبوغة بالتولودين طب هنا بيه الهيما تكسرين انديوسين العادية يبا هنا الملاقي كل الدنيا كده زرقة وفيه بهاتان هنا لان دي ماصل سيل سكريتا الماصل فيبرز لكن الماصل سيل هي دي وتتمز انها بتسبغ بالتولودين بلو ده اللي هي الماصل سيل يبا خلية محببة فين النواة هنا اهي اللي انا وقف عليها دي طب واللي غامق ده ده عبارة عن حبيبات كتيرة متراكمة فوق بعضها البعض ومدية لون غامق للخلية دي بيبا الماصل سيل هنا برضو الماصل سيل ظهرة بالجرانيونز يعني ادي النيوكليس بتاعت الماصل سيل ودي الجرانيونز اللي قدامك دي الحبيبات اللي بتحتوى الهيستامين وهبارين دي خلية تانية ادي النيوكليس وهدي الجرانيونز تمام دي برضو خلية تانية بنسميها بلازمة سيل ايه هي البلازمة سيل مش بتطلع البلازمة بتاعت البلود انتم بتغلطوا في الكلمة دي لا دي بتطلع الأنتيبودز الأكسام المضادة هي جاية منين الخلية دي من خلية البي لينفوسايت البي لينفوسايت دي خلية موجودة في اللينفويت سيستم بتتحول الخلية دي خط دفاع للجسم بتاعي بتتحول الى البلازمة سيل والبلازمة سيل اللي تطلع الأكسام المضادة الخلية دي زي ما احنا شايفينها خلية لها نيوكليس ولها السيتوبلازم وتتميز بي ان السيتوبلازم بتاعها ازرق بيزوفيلك لانها مليانة راف اندوبلازم كريتوكولم لو بصلا نيوكليس انلاقي فيها جزء غامق وجزء فاتح جزء غامق وجزء فاتح اهو يعني هنا فيه ازرق غامق وبعدين فيه ازرق فاتح ازرق غامق ازرق فاتح ازرق غامق ازرق فاتح ده بنقول عليها الخاصية دي كلوك فيس نيوكليس كلوك فيس نيوكليس يعني تشبه الساعة ليه تشبه الساعة تخيل ان هنا دي الساعة 12 قدامها دي 6 دي 9 دي 3 الغامق ده لون الغامق ده هنا 3 دي 9 ده اللون الغامق فهي واخد شكل وش الساعة لنتيجة بنقول ال ترنيشن او ال ترنيتنج هتيروكروماتين مع اليو كروماتين هيتيرو كروماتين ده كروماتين غير ناشط ويو كروماتين كروماتين ناشط طب هما فيها الاتنين ليه علشان الخلية دي لو حصل انها هتكون تبتدي تكون اجسام مضادة اليو كروماتين اللي هو بيكون مش هيكفي فانا بحول الهيتيرو الى يو كروماتين علشان اطلع الانتي باضيز او الاجسام المضادة هنا بقولك في البيولوريك استومك يعني في البيولوريك استومك يعني في منطقة البيولورس في المعدة بالكونكتف تيشو مليان بالبلازما سل ليه لان دي يتخط دفع زي ما قلنا ضد الانتيبودز ضد البكتيريا فانا او الفيروس فانا لما بناكل بناكل الله ينور جراسيم وبكتيريا مع كل الوجبات روحت من عند طقطة اكلتلك فولو طعامية روحت من عند اي حد النتن في مصر وروحت اكلت من عنده كباب فالنتن او طقطة عمدنا في الزيزي الاثنين مليانين بكتيريا ما تعرفش اللي هوقف على بنيل ايه فالبكتيريا بتخشه انت تاكل الله كمان لكن الله سبحانه وتعالى بقولك انا عملتلك خط دفاع لانا عارفك انسان انك انت راجل تحب الاكل بيجمانت سل يعني بيجمانت سل خلية بتطلع الميلانين خلية السبغية برضو بنلاقي ادي الخلية هاي ودي الجرانيوز طب احد يقولي طب انا فرق بينها وبين المصر سل ازاي هنا براون ان كالر لونها بني غامق بني غامق يبقى البني الغامق ده هو الميلانين والخلية دي كلها على بعضها بسمها ميلانوسايت او بيجمانت سال دي برضو خلية من خلية الكوننكتف تشهد الماكروفاج دي الخلية الاكولة خلية النضافة في الجسم عندي صورة لو دمك دي جزء من الكبد ده السنترال فين ودي الخلية بتاعت الكبد هبات وصيد جنب هبات وصيد جنب هبات وصيد لقينا ان الكبد مليان خلايا اهي بس هنا علشان اشوفها قالك عايزة سابق خاصة بسميها باسبغ الكبد بالترايكروم انك انجيكتد وترايكروم يعني انك انجيكتد ان انا او فيتالستين ان انا بجيب الانيمال الانيمال ده فاجي فيه الفين بتاع رقب بتاعته ورحاء حبر حبر ده اسمه إنك حبر حبر ده يتميز انه ازرق يتميز انه لونه ازرق الحبر ده يمشي في الجسم في الدم ولما يمشي في الدم بنبص نلاقي ان هو فاحنا هقونا في الانيمال بجي فيه الفين اللي موجود في الرائبة بحقنو بشوية حبر يمشي الحبر في الدم يوصل للكبد الحبر ده مادة غريبة عن الجسم فورم بودي مين اللي هيهاجم بقى الفورم بودي دي الماكروفاش فالخلية تبتلي تهاجم الحبر وتاخد الحبر في قلبها كأنها بتقول بتاكله فأكلت الحبر وظهرت الخلية بالشكل ده اهي الخلية قدامنا اهي واللون الازرق ده هو الحبر اللي احنا عملناه انجيكتد ودخل جوه الدم طب مين الباقي اللي قدامك ده ده خلية بتاعة الكبد سبغناها بسبغة تراي كروم يبقى تراي كروم ده سابغ خلية الكبد لكن الماكروفاش سبغت بطريقة الفايتالستين اللي بنسمها انجيكتد حقن الحبر لبا دي خلية الماكروفاش اه وطبعا دي خلية مهمة جدا هي من خطوط المناعة او من خط المناعة في الجسم عندنا تاني خلية الفاتسل الخلية الدهنية دي خلية تتميز انها بتشيل لابد فات ادي الخلية هي دي الحدود اللي انا ماشي عليها السل دي طب مين اللي انا شايفه دي دي عبارة عن دهن كل ده دهن فبسميها لبيد دروبلت طب الخلية دي لازم لها السيتوبلازم وميوكلس السيتوبلازم بتاعها قليل جدا وموجود في اللي انا ماشي عليه ده الخط ده اهوا ده كل اللي انا ماشي عليه ده الشوية السيتوبلازم طب فين النواة اهيه محدوفة في الجنب بريفرال ميوكلس فلات ميوكلس نيجي الخلية تانية ادي انيوكلس اهي اهي و ادي السيتوبلازم اهو و ادي اللي انا شايفه ده الليبت هنا انا بقول عليها السبغة دي بالهمة توكسينين انديسين عشان كده الليبت تظهر باللون اللابية الليبت ده بسميه او الخلية دي بسميه white fat يعني white fat يعني التتكون من unicellular unicellular cell يعني unicellular cell ان الخلية unicellular unicellular fat cell يعني خلية دهنية تحتوي على تجويف واحد اهي الخلية كلها لبعضها فاتجويف واحد اللي انا اوقف فيه ده فعشان كده سميناها احادية التجويف لكن فيه خلية ده بيكون الدهن الابيض يعني انت لما تيجي بتشوف في الانيمال بتشوف الدهن لونه ابيض وفيه دهن لونه اصفر وفيه دهن محمر الدهن المحمر ده بسميه brown fat دهن المحمر ده بسميه ايه brown fat تعالى فين الخلية اهيه اللي انا ماشي عليها الحدود دي كل الحدود دي اللي ماشي عليها دي دي السيل اهي دي كلها السيل طب مين دول اللي مكتوب عليهم حرف ال ال دي lipid droplets مش واحدة بس تعالى عد كم lipid droplets واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست يبقى اذا فيها كذا تجويف فعشان كده بنسميها multi-lecular multi-lecular fat cells يبقى دي كانت احادية ودي متعددة التجويفات هنا دي بالالكتروميكروسكوب لكن دي مسبوعة بالهيمة توكسيدين انديوسين دي شايفها بالماكروسكوب الضوئي لكن دي انا شايفها بالماكروسكوب الالكتروني فهنا دي lipid droplet lipid droplet اثنين تلاتة اربعة خمسة ست طب مين اللي في النص دي النواة طب مين اللي حواليها مليانة ميتوكوندريا مليانة ميتوكوندريا الخلية دي تتميز انها مليانة ميتوكوندريا كل اللي قدامك شايفه الصغير ده الميتوكوندري بدي كلها على بعضها بسميها multi-lecular أو brown fat brown fat brown fat يعني دهن باللون الاحمر الاحمر ليه لان الميتوكوندريا مليانة سبع سيتوكروم والسيتوكروم ده بلونه محمر ومليانة blood vessels بنلاقي في الهم جلوبي خلية تانية هنا قدامي اللي هي الفات سيلز والاتنين مع بعض brown cells بس ما تشايفينهم بالايه بالماكروسكوب الضوئي مسبوع بيه سبعة الهيماتوكسلين انديوسين ادي الفات سيل العادية اللي هي ذات التجويف الاحادي اهي ودي اللي بتروبلس بتاعتها واحدة فاضية وظهرت باللون الابيض ليه ابيض عشان ديسولفد اثناء الهيستولوجيكال بريباريشن تعال فوق هنا نمسك السيل دي اهي شايف كأنها فيها رغاوة صابون الرغاوة الصابون دي هي مين دي الليبيد دروبلتس بالاس لانها مليانة اه تجويفات للليبيد مليانة تجويفات للليبيد يبقى هنا ديت اللي هي مين المالتي اللي هي فوق ديت وبتلاقيها اغمأ شوية من اللي تحت اللي هي الفات سيل علشان الميتو كونتر اه امتعلا في الفايبرز بقى هي مجموعة من الفايبرز الياف موجودة في الكنكتف تشعر عرفنا السيلز نعرف بقى الفايبر عندي فيه كلاجين فايبر كلاجين فايبر اللي هو قدامك ده اهو تخين شوية طب الرفيع ده طب الرفيع ده قوي ريتيكولر فايبرز الشبكية اه الاستيك فايبر اللي هو اللي غامق شوية ده اللي هو ام بتوين ويه اللي انا شايفه قدامي ده خلايا الفايبرو بلاست اهي بلاقي في المصد سيلز جرانيولز ودي خلايا بتاعة الهويت بلاد سيلز اه هنا الصورة دي هنكون فيها مجموعة من السيلز والفايبرز في تشو اسمه اريولار لوس كونكتف تشو ده اه كونكتف تشو يعني منتشر كتير في الجسم بتاعنا ويد سبريد اه وهو مليان كل أنواع الفايبر يعني ألاقي فيه الكولاجين ألاقي فيه الإلاستيك ومين اللي بيكونهم الفايبرو بلاست اللي هي عاملة زي خلية المغزل اللي هي الخلية المغزلية دي دي الفايبرو بلاست هي ديت والخط اللي أنا شايفه قدامي ده إلاستيك فيبر رفيع الكولاجين بتلاقيه تخين شوية اللي هو ده هنا بسبيشيال ستين يعني جبت الريتيكولر فيبر وسبغتها بالسبيشيال ستين سبيشيال ستين اللي هو السيلفر السيلفر فبلاقيها مسبوها بالسيلفر بلاقي هنا اللي أنا شايفه بالخط الغامق ده باللون البن الغامق ده ريتيكولر فيبر ريتيكولر فيبر واللي بينهم دي سيلز white blood cells white blood cells أو lymphocytes دي موجودة في الاسبلين واحد منهم من بيكون الشبكة بتاعة الأورجان نوع تاني عندنا من الفايبرز اسمها إلاستيك فايبر دي خاصية في جدار الأورطة أورطة ده بلاد فيزل مليان إلاستيك فايبر أورطة بلاد فيزل مليان إلاستيك فايبر الإلاستيك فايبر بتظهر في الأورطة بكمية كبيرة جدا لأن ده قريب من القلب فمع الكونتراكشن وريلاكسيشن لازم يمشي معها فيتمدد بتضفق الدم وينكمش لما أسحب الدم منه هنا السبغة اللي استخدمتها أورسين بتديني اللون بني محمر عامل زي الطوب كده طوبي بنسميها اللون الطوبي فين الإلاستيك فايبر هنا أهي اللي عاملة زي التعابين دي اللي مشها دي ومتعروجها دي اللي هي ديت ده الإلاستيك فايبر بلاستيك فايبرز هي اللي عاملة زي التعابين دي اللي هي عاملة زي التعابين الإلاستيك فايبر عاملة زي التعابين دي اللي هي قدام دي كلها. زي ما انت شايفين من فوق لتحت مليانة في جدار بتاع الاورد. اه هنا اه جدار تاني النوع تاني من الكنكتف تفتشه بس بسميه دينس الرجلر. رجلر ليه? لانه ماشي منتظم. شايف الشكل جميل ازاي? منتظم مش في اتجاهات مختلفة. يعني شايف الارجلر اهو منتشر كده وي قاعد عشوائي. لكن هنا اه منتظم وده اه مين اللي بيكونوا اللي هي النقطة الزرقة دي والكولاجين فايبر اللي هو اللي بين النقطة الزرقة دي. هنا برضو الخلية بتاعت الفايبر بلاست اهي نقطة الزرقة لكن اللي هو موجود ان بيتوين. هو ده. اه دي اللي كولاجين فايبر. طيب نيجي نوع تاني من الفايبر ده برضو من الاريجولر موجود في الاسكن في الديرمز طبقة اللي تحت الابي ديرمز اللي هي فوق دي دينس الاريجولر في اتجاهات مختلفة هنا متكبرة قد الكولاجين فيبر اللي أنا وقف عليها بالسهم ده نوع اسمه طيب وان لأننا بنلاقي فيه حوالي 12 نوع من الكولاجين فيبر هنا اللي موجود فيه الديرمز اللي هي طيب وان نيجي للخلية اللي قدامك الفايبرز اللي قدامك دي باللون البني دي الريتيكولار فيبرز احنا شفنا منها واحدة اللي فاتت السابقة اللي عندي السيلفر يبقى هنا الألياف اللي هي دي كل ده ألياف الخطوط البني الغمأة دي ودي السيلز اللي هي موجودة بين الألياف شتميني دلوقتي لكن أنا هنا اه اشعف الكرصص عملت ايه تعكسني وطلع الحاجات دي تعلق معايا تقريبا هنا برضو ريتيكورر فايبرز اللي هي السهم مش يورلك عليها دي اللي هو ده ده هنا سهم موجود موجود في الماكروسكوب فين ريتيكورر فايبرز كل الخطوط البني اللي قدامك دي هنا بقى اسمه ميكويت قنكتف موجود في الامبلايكا الكورد هو الحبل السوري اللي بيصل البيبي او الامبيريو مع البلاسينتا بتاعت الماظر يتميز ان انت الشريحة بنسميها الوش الضاحق او الوجه الضاحق بيدحك كده على طول فين بقى الميكويد الانبتوين بين الارتريز والفين دي اللي هو الفراغ ده اللي هو ده موجود بين الارتريز والفين ده كله ميكويد هنيجي نكبر الصورة اول صورة اللي نرجع تاني فيه الداتا شو بتاعتنا لو لنا هنلاقيها خلية عاملة زي النجمة لانها طبعا بتكاون من ميزوديرم ودي البروسيسز بتاعتها اهي طب واللي بينهم ده كلاجين فايبر وقلت الفرق بين البروسيسز والفايبر زي ايه ان البروسيس طلع مباشرة من الخلية شوف لزق للخلية اهي ودي الخلية دي اهي مطلعها بروسيسز الاتنين منسوكين ببعض طب واللي هنا اللي انا واقف عليها دي ده كلاجين فايبر ده مسبوغة بالهيمة توكسلين اند يوسين اه في حاجة اسمها لوس ايريولار كونيكتف تيشو ده موجود برضو في البودي ووايد سبريد برضو بيتكون من اه مجموعة من السيلز اه الخلايا بتاعتنا اللي عندنا فيه فيه فيبر بلاست فيه لينفوسايت اه ودي الكونيكتف تيشو سيلز او فيبرز موجودين فيها برضو الاستيك فايبر اللي هي الغمق دي شايف الخط الغمق ده كأنك ماسك الم رصاص ودغط على السن بتاعه فبديك الاستيك فايبر الوايد دي اعادة تانية شفناها احنا قبل كده اللي هي فات سيلز قلنا دي ات اديبوس تيشو كلها بتتكون مجموعة من الفات سيلز اللي هي يونيليكولر اللي انا بنسمعها ويت اه فات اه فيها وان فاكيولز السيتو بلازم قليل حوالين الفاكيول والنيوكلس بتاعتها فلات مفلطحة وموجودة في الجنب اه اه ده اسمه اديبوس تيشو او النسيج الدهني اه ده البراون اللي هو مليان مالتيليكولر سيلز اللي بتميز نعمل زي رغاو الصابون دي خلية هي من المالتيليكولر النواقه هي لكن مليانة تجويفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش اتناش 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 تجويف كل تجويف فيه لبد وبيديها شكل رغاو الصابون يبدئ بنقول عليها مالتيليكولر اللي هو بيكون نوع الدهني اسمه ايه او التيشو براون اديبوز كونيكتف تيشو براون اديبوز كونيكتف تيشو ده هنا برضو كونيكتف تيشو الريجولر كونيكتف تيشو ماشي زي موج البحر اهو ودي المراكب في موج البحر اللي هي الفايبرو بلاست المراكب اللي هي الفايبرو بلاست ده في السكن برضو موجود فيها الريجولر كونيكتف تيشو شوفناه قبل كده اه فيبرو بلاست مع الريجولر الاتنين مع بعض اهي. ادي الفيبرو بلاست. الكلاجين فيبر. وادي الفيبرو بلاست اللي هي النقطة الصغيرة السمك الصغير اللي موجود في البحر ده. اه 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 ريتيكولر كونيك تفتيشو شفناها برضه قبل كده مسبوها بالسيلفر استين فين اللي هو اللون البني. بس هنا بسميها كونيك تفتيشو. هناك لما اشوفها هون ريتيكولر فيبرز. طب احنا اه في الامتحان هيقولك ايه? يعني مسا يقولك في الفقر لو الشاور على دي بساهمة هتقوله ريتيكولر فيبرز. طب اجابها لك كده وقالك ايه نوع تشو ده هتقوله ريتيكولر كونيكتف تشو. تمام فاهميني? اه هنا يلو الاستيك مسبوك بالارسين بالارسين اللي هو موجود في الجدار بتاع الاورطة. اه فين هو الالاستيك فيبر اللي هي عاملة زي موج البحر ديت. اللي هي موج البحر اللي قدامك ده. ده كل ده الاستيك فيبر ولونه اللونه بني اه طوبي اللي هو الارسين او براون. اه كده الكونيكتف تشو قلناه. thank you very much بالتوفيق ان شاء الله وتمنى لكم نجاح.